وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التنفيذ المحكم لجميع مكونات مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الحالية والمستقبلية بما يضمن استيعابه لمسار التنمية والتطور العمراني وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية على جميع محاور مشروع مستقبل مصر بالقطاعات المختلفة بالجمهورية سواء فيما يتعلق باستصلاح الأراضي وإنشاء الصوامة لتخزين الغلال والحبوب أو التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي واستخدام أحداث أنظمة الرئي والميكانات الزراعية في نطاق المشروع وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة تنفيذ المحكم لكافة مكونات المشروع الحالية والمستقبلية بما يضمن استيعابه لمصار التنمية والتطور العمراني وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة مشيرا إلى أن مشروع الدلتة الجديدة بوجه عام يهدف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر ليسهم بشكل كبير في سد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة وتحقيق الأمن الغذائي فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة بما يضيف إلى جهود تعزيز التنمية الشاملة في البلاد ترجمة نانسي قنقر